طيب عودة مرة أخرى إلى أزمة الأعلاف السيد القصير وزير الزراعة مع حفظ الألقاب بلغ البنك المركزي باحتياجات قطاع الدواجن من الأعلاف وقال لهم إحنا محتاجين 750 ألف طن شهريا محتاجين طيب هي أي أزمة الأعلاف أو بيسموها مستلزمات الإنتاج نحن نستوردها من الخارج نحن نستوردها جزء كبير من الخارج إحنا عندنا نستطيع أن نحن نزرع الأعلاف دي في مصر اللي هي فلسوية والدرة الصفرة نستطيعها عندنا مساحة زراعية عندنا أربع مليون فدان ممكن نزرعهم في العروة الصيفية في الفترة من مايو الأكتوبر طيب إيه المشكلة؟ يبقى أنت هتحقق اكتفاق ذاتي ده مش كلامي كلام علماء أنا سألته قالولي تحقيق الاكتفاق الزاتي من الزرة الصفرة ومن فلسوية لكل دواج مصر محتاج 2 مليون فدان بس وإحنا عندنا أربع مليون فدان قلتولهم بسيطة يبقى نزرع وما نستوردش قالولي لأ الأزمة مش هنا قلتولهم مال إيه الأزمة قالولي لما أنت هتزرع لتنين مليون فدان هتخزنهم فين؟ أنت عندك أزمة صوامع والحاجات دي بتتاخد شهر بشهر معقولة؟ قالك آه لأن الصوامع اللي عندك واللي عملتها الدولة في السبع سنين اللي فاتوا تكاد تكفي إنتاجك من الأمح مش أنت بتستورد أمح لغزاء الرئيس المصريين وبتنتج عشرة مليون طن أمح فبتحط دول في قلب الصوامع يبقى أنت محتاج تبني صوامع جديدة طب ما ابني مش بدل ما استورد بالدولار أعلاف مش بدل ما ثلاثة مليون مصري يعمل في قطاع الزراعة تهدد أرزقهم مش بدل معدم الكاتاكيت في عملية استفزازية أنا رفضها تماما اللي تأدب وفيها تجاوز أخلاقي وديني كمان طب ليه يبقى أنا عندي اتنين مليون فدان اتنين مليون فدان أقدر أزرحهم في بلادي فلسوية وزورة صفرة في العروة الصيفية في الفترة من شهر مايو لشهر اكتوبر ويحققوا لي اكتفاء ذاتي من الأعلاف دي بتاعة الدواجن وأضمن استمرار ولا عندي مشكلة علاقة المشكلة اللي مابلنا إيه الصوامع طيب لو أنا جيت جبت تجار كبار ووزارة الزراعة والبنك المركزي وروحنا قعدنا مع بعض البنك يمول التجار وهم يبنوا الصوامع ونبدأ نجيب كلام يعني ما فيش مشكلة اسمها أنا ما عندي صوامع والتجار يقول لك الاستورد أحسن لا أنا الدولة مش هتشتغل على تاجر ولا تشتغل على مستورد الدولة دي بتشتغل على 100 مليون مواطن المصلحة العليا والمصلحة العليا عندي إن فيه 3 مليون مواطن يعملوا في قطاع الدواجن يعني لو كل واحد بيرعى خمس أفراد أنا بكلم في 15 مليون مواطن أكل عيشهم من الفراخ أكل عيشهم من الفراخ أنت عارف الاستثمارات كان في قطاع الدواجن 110 مليون أنت عارف إحنا بننتج كان بيضة سنويا 14 مليار بيضة محققين اكتفاء ذاتي من البيض أنت عارف بنطلع كان فرخة سنويا 1400 مليون دجاجة بتحقق اكتفاء ذاتي أنت عارف إن الفراخ والبيض بيحققوا للمصريين 70% من احتياجهم من البروتين الحيواني يعني الفراخ دي قصة كبيرة قوي فينفع ينفع الرسالة لكل مسؤول في البلد تبقى الأزمة اللي عندي في الأعلاف إن أنا معندي صوامع كفاية الإرادة المصرية اللي عملت صوامع للأمح مفروض تعمل صوامع لفول الصوية وإعلاف الدواجن الزورة الصفرة هو ده اللي أنا فهمه الإرادة اللي عملت كده تعمل كده لكن إحنا قاعدين دلوقتي منتظرين أنت محتاج مليار دولار للإفراج عن الأعلاف اللي في المينة أنا بقولك رقمي طب مليار دولار طب مليار دولار أدوية طب مليار دولار شوية أمح طب مليار دولار مستلزمات إنتاج طب ما البنك المركزي كده هيكشف الغطع عن الجنيه؟ طب تخلي المليار دولار دول لو كنا وفرناه من كام سنة وعملنا صوامع للأعلاف بتاعة الدواجن؟ مش كان أحسن يا أخوانا؟ طيب خلينا عمليين وأن تصل متأخرا خير من الله تصل أبدا نبدأ نعمل نبدأ نعمل صوامع التكلفة إيه؟ نعملها إزاي؟ دي رسالة أنا ببعثة للسيد رئيس الوزراء قطاع الخاص يعملها ويبيع ويكسب لكن لا تستسهله كل شوية لاستراض 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 نحن نستورد 65% من احتياجاتنا لو عندنا مئة سلعة بنستهلكها في السنة 65 سلعة بنستوردها و35 سلعة بنصنعها في باسه ما يفعش المئة وعشرة مليون ينتجوا 35% من احتياجاته الرقم ده كاريسي لازم نطلع به أتمنى قصة الصوامع والأعلاف تجد حل لها وهي دي بداية الحل الحقيقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر